مدر وحب حضراتكم من جديد رجعنا لكم مرة تانية وتغطية خاصة لفعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة منذ قليل تابعنا مع حضراتكم حديث ضفتنا نورهان المسارعي المشاركة في منتدى شباب العالم واللي قالت ان هي حضرت المنتدى دي تالت مرة تالت نسخة تحضرها وده يمكن بيعكس اهمية المنتدى للشباب المشاركين فيه دلوقتي كمان معانا نموذج الحقيقة لشاب كان حريص انه يحضر منتدى شباب العالم من اول نسخة لي وديه النسخة الرابعة وكان حريص الحقيقة على حضرها لكن ليه قصة مختلفة من اربع سنوات حضر لشارم الشيخ من دولة جنوب السودان وخرجت توصيات النسخة الاولى من المنتدى بعمل ببرنامج رئاسي للقادة الافريقية برنامج تدريبي للقادة شباب في افريقيا التحق به وكان الاول على دفعته وحياته طبعا اتغيرت من مهندس بيترول لعمل دبلوماسي في الاتحاد الافريقي معانا طبعا ضفنا جون يوهانس مجوك جون الحقيقة ارتبط جدا بمصر والحياة فيها وهو موجود دلوقتي معانا في صباح الخير يوم مصر جون صباح الخير عليك نورنا في صباح الخير يوم مصر صباح الخير شكرا جزيرة جون احكي لنا عن ارتباطك بمنتدى شباب العالم اهميته بالنسبة لك والتحقق ايضا بالبرنامج التدريبي للقادة الافريقية نعم شكرا جزيلا لغنات المصرية لصدقاتي اليوم انا اكيد ممتن انه الاكاديمية الوطنية للتدريب مدى ليه الدعوة والرفقائي بوهدور هذه المنتدى الرابعة في شرم الشيخ مدينة السلام ويعني مقابلتي لشباب العالم يعني شجعني انه كمان احنا يعني نقدر نخلق علاقات مستدامة ما بين دول مختلفة يعني خلال وجودي هنا لمدة اربع ايام دلوقتي انا استفدت كتير يعني من النشاطات التي بتدين بها المنتدى شباب العالم وهي يعني منصة شبابية احنا نستفيد فيها الخبرات والعلاقات ونتعلم الثقافات المختلفة يعني وجوده هنا فترة يعني قضيتها ممكن اقول من افضل فترات الحياة في سنة جديدة 2022 يعني انا مسرور جديد شديد بوجودي هنا في شرم الشيخ وماذا عن التحقق بالبرنامج الرئاسي حكي لنا عنه اكتر نعم البرنامج الرئاسي يعني كانت يعني خبرة شيغة جدا لعنه احنا التحقق بالبرنامج 2019 وكانت يعني فترة انا وكنت في مع الشغل ومع التدريب في الاكاديمية كانت يعني محدة للطريق على انه احنا نقدر نشارك بالصفة اوسع عشان احنا نقدر نختم المجتمعات يعني كانت يعني اقدر اقول انه كانت يعني فرصة وبرضو بعدين احنا قدرنا نكسب المحارات الغيادية اللي احنا استفيدنا منا بعد ما رجعنا دولنا قدرنا نقدر نعمل تدريبات ونقدر نرسل رسالة السلام من احنا اتعلمناها في الاكاديمية الوطنية يعني كانت فرصة عظيمة جدا جون انت كنت موجود في الاكاديمية وبعدين برنامج التدريبي القادة الشباب في افريقيا انت من جنوب السودان جنوب السودان دولة وليدة دولة ناشئة بتخطو خطواتها الاولى لديها العديد من المشكلات كمثل دول العالم ولكن يضف اليها فكرة انها تبدأ الان عملك الدبلوماسي او تدريبك في هذه المحافل ازاي ادالك الفرصة ان انت تنقل ما تراه من واقع داخل جنوب السودان لباقي دول العالم من جهة ومن الجهة الاخرى ازاي تستفيد مما تراه وما تدربت عليه لنقله الى جنوب السودان للاستفادة منه نعم بلا اكيد يعني احنا في جنوب السودان احنا بنركز اكتر هاجة في يعني تنمية مع بعض الحرب مثلا اه جنوب السودان يعني احنا نعرف انه عانت كتير بالمشاكل الداخلية وكانت فيها عزمات سياسية في البلاد لكن احنا كشباب وكننا سافر دول مختلفة بنشوف الشباب يشاركوا في نشر السلام مثلا في قضايا بتعلق بالمجتمع مثلا محاربة المرض جاي هذا الكورونا دي يعني دي خبرات احنا بنكتسبها خلال مشاركنا في منتدات كهذا وبرضو يعني في الكورسات والتعليمات اللي احنا اخذناها في الاكاديمية يعني بتشجع الواحد انه يقدر يتكلم بثقة على انه الشاب لها يعني مهم في تغيير المجتمع وبعدين احنا بنستفيد خبرات في الدول المتقدمة مثلا في كيفية اه تغوية الشباب لانه الشباب جزء من المجتمع اذا في شاب يعني اذا شباب يعني عندهم هالروية انه الدولة دي يكون فيها سلام وتنمية مسلا يعني احنا بنقدر بنشيل الخبرات الدول المختلفة ومنها اول نطبقها في عرض الواقع في جنوب السودان يعني نقدر نقول انه احنا يستفيدنا من خبرات هذا يعني جون اه هذه النسخة منتدى الشباب العالم معنية باثار جائحة كورونا وعالم ما بعد الكورونا وحيان تكون تحريص على حضور اه ورش عمل وجلسات معنية بافريقيا ازاي اه اه ادرت تكون اه وتمثل صوت افريقيا اه وافريقيا طبعا قرى بها العديد من الدول النامية وبيها العديد من المشاكل ومن اكثر القارات اللي تأثرت بجائحة كورونا واهم المطالب اللي طلبت بيها او التوصيات اللي طلبت انك ان نخرج بيها من هذه النسخة من منتدى نعم انا هدرت اه في فيها في ورشة بتحدث عن افريقيا مع بعد مرحلة جاهية الكورونا وبعدها ركزنا بصفة عوسع عن اجندة 2063 وهي اجندة اجندة الافريقية لتنمية مثلا الاجندة بركز ان افريقيا في خمسين العام المقبلة ودورها في في العالم مسلا بالاخص في الامن والسلم في التجارة مسلا التجارة الحرة وكده ووهنا عارفين انه جاه هذا الكورونا اثرت على غارتنا بصفة عوسع وحتى العان يعني ما عندنا آآ فاكسين نقدر نستخرجها في افريقيا وده المسال مصر ابتدت تصنيع اللقاح نعم ويعني ده كمان يعني نموزج احنا نقدر نستفيد منها ده نموزج نقدر نستفيد منها يعني وده الهاجات اللي اهنا قدرنا كافارقة ومعنا دول العالم انه نقدر نشارك خبراتنا المختلفة على انه افريقيا وحدتها بيكون اهمة وهنا كمان نقدر نستخرج فاكسين داخل القارة يعني وبعدين ممكن نقدر يعني نخلص بيها آآ حياة افارغة كثيرة في كل الدول يعني ده تركيس كانت يعني عند الاجندة عشرين تلاتة وستين وهي اجندة الاتحاد الافريقية زي التنمية المستدامة انا انا عايز اخذ من 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 حديثك احنا بنتكلم على اجندة افريقيا عشرين تلاتة وستين واتساقها مع آآ خارجة التنمية المستدامة عشرين تلاتين آآ وفي سبعتاشر محور للتنمية المستدامة آآ لو حتتكلم باسم جنوب السودان يعني خلينا نبقى عاملين شكل من اشكال المحاكاة على الهواء مباشرة نعم وبتخاطب العالم في مشكلات جنوب السودان اللي ممكن تكون بعض الدول بتتسبب فيها او ان انت بتطلب يد العون في بعض المشكلات التي تواجه جنوب السودان من خلال السبعتاشر بند الخاصين بالآآ التنمية المستدامة نعم مثلا اهلا انتنا آآ عزمة التغيير المناخ مهم يعني تغيير المناخ احيانا بسبب جفاف في بعض الدول مهم وبسبب سيول في بعض الدول مزبوط حاليا جنوب السودان يعني فيها سيول مفايضانات عظيمة المية كثيرة وعاليا في غريتي يعني اغلب المواطنين عايشين في المية يعني القرية بتاعتك كل البنية التحتية كلها يعني دخلت تحت تحت المية يعني ده الحاجة اللي اهنا نقدر نشوف انه ممكن العالم تشوف انه كيفية محاربة آآ عزمات تغيير المناخ في دول مثلا كدول جنوب السودان دول لسه نايمة ويعني احنا يعني مشاركتنا نسوية نقدر ننغس آآ جزء كثير يعني من 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 ذاك المجتمع وده الرسالة اللي انا اقدر اوجهه آآ على صفة انه احنا نقدر نستفيد من هذه الخبرات الدول المتقدمة مسلا يعني من من المناخ يعني تغييرات المناخ هي بتأثر في الحياة في حياتنا مسلا في جنوب السودان وبعدين يعني عندنا المراهل مع بعض الحرب وكده ويهنا عايزين برضو نستفيد من خبرات الدول المتقدمة وكمان نقدر نشوف ونقدر نكون عندنا سلام في جنوب السودان ده اللي حاجات القريبة من غلبي وده اللي حاجات اللي انا اقدر اشاركم مع مع العالم جوني ممكن انت تكلمت عن عن الاستفادة من الدول زي ما تكلمت الدول المتقدمة بشكل عام لكن مؤخرا العلاقات المصرية الافريقية هيا بتشهد تطور ملحوظ ورجعت ناتاني مصر رجعت مرة اخرى لقلب القارة الافريقية عايزة اعرف منك رؤيتك للعلاقات المصرية الافريقية حاليا وازاي تقدر دولة جنوب السودان تحديدا هي ومصر انه يكون فيه تعاون ويكون فيه استفادة مشتركة زي ما بيقال نعم اولا يعني انا اريد اقول انه المصر داخل افريقيا اه يعني احنا ممن يشوف انه المصر جاد الافريقيا نحن نتكلم على من منطلق العلاقات لانه فترة كانت مصر غابت عن افريقيا نعم يعني المصر هي قارة الام الافريقيا هي قارة الام اللي هي مصر جزء منها وبعدين يعني احنا نقدر نستفيد خبرات كثيرة يعني حتى اه المصر يعني متفوغة متفوغة في بعض المجالات مثلا البنية التحتية وتنمية البشرية يعني بصفة خاصة تنمية الشباب ودورهم في المجتمع يعني احنا شفنا انه انه الشعب المصري اندها الامل والروية في الدولة المصرية ودي الاشياء احنا نقدر نستفيد منها اه كجنوب السودان انه كيفية دمج الشباب في التنمية المستدامة لدولة جنوب السودان مثلا اه فيه برامج كثيرة بتجيب الشباب منها ومنها المنتدى الشباب العالمي يعني كانت فكرة مصرية يعني فكرة شعب مصري وازهل هذا العالم يعني بيجيب العلاف من الشباب المشاركين في العالم ودي الخبرات الاهنا عايزين نستفيد منها كدولة ناشئة ونقدر كمان نزيد خبرات الشباب في مشاركة في التنمية في يعني بنجيب العالم بكل صغافات بكل صغافاتها بكل خبراتها ونستفيد من من العشياء اللي بتقدمها يعني بما انك باعة موجود في مصر معنا وكنت انت وحسين بتتكلمه قبل الهوى وبيقولك تتكلم عربي وتتكلم عربي جوبا انا حب اعرف عربي جوبا وحب كمان توجه رسالة ل يعني طبعا اهلك في جنوب السودان دولة جنوب السودان تحب تقولهم ايه من موقعك هنا في شرم الشيخ المترجم بالعالم في المسخة الرابعة باللهجة المحلية عربي جوبا وتقولينها طبعا معناها يعني تشرحها اللي شكرا انا هاول اقول حاجة با لغة محلية وبعدين ممكن احترجم اليكم انا عايز اقول مما حتى الآن في المسخة عربي جوبا سودان ايه من المسخة العربي جوبا وحبك بالرحبي جوبا وحبك بالرحبي جوبا لكن يعني بلد فيها سلام والشباب بتشارك بصفة أوسع وإحنا نقدر نستفيد من الخبرة المصرية يعني في تنمية الشباب شكرا عظيم جدا جون نحن نشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا في صباح الخير يا بصر شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا جون يوهانس مقعق أحد شباب وفد جنوب السودان وخريج الدفع الأولى منه البرنامج الرئاسي للقاضة الأفارقة